تنبيه الغافل والله بفضل الثقة بالله خطبة لشيخنا المبارك عبد الله بن مقبل الضبيب حفظه الله كانت بتاريخ الثامن عشر من شهر محرم لعام أربعين وأربعمائة وألف هجرة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعدها إن أخدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وعن أعمالكم محاسبون وسيعلم الذين ظلموا أي منطلب ينطلبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أيها المسلمون إن من الفواقر العظيمة والدواهي الجسيمة الذي قد تحصل في المجتمع وقد يحوى قد تحصل من كثير من الناس ألا وهو اليأس والقنوط اليأس والقنوط وعدم الأمل وفتح أبواب الرجاء وأن الله جل وعلا يكشف الأمور بعد ضيقها ويسرها بعد عسرها ويكشف بدل الخوف أمنى وبدل الجوع شبعا وبدل الفقر غنى وأن الأمور بيد الله وأنه جل وعلا هو الذي يسير الأمور ويقلبها كيف ما يشاء سبحانه كما قال جل وعلا في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نسي كثيرا من الناس أن أمور العذاب بيد الله وأنه هو الذي يقلبها بما يشاء وكيف يشاء وأنه هو الذي بيده الرزق وبيده الحياة وبيده الموت وبيده الضر والنف لا إله إلا هو فقنط كثير من الناس من رحمة الله إذا أصيب بمصيدة سد عن نفسه سد عن نفسه أبواب الأمل وظن أن الأمور قد تقفلت بين يديه وأنها لن تفتح أبدا وهذا من سوء الضر بالله عز وجل فإن المؤمن أمله في الله كبير ورجاءه في الله عظيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيض المؤمن أمله أمله في الله كبير إنه يقرأ قول الله جل وعلا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين وجاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ألا أعلمك كلمات احفظ الله احفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء كل الأمة هو لم يستثن منهم أحد ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحب وجاء في بعض الروايات واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا هو حالة المؤمنين فالله عز وجل يفرج عن عباده المؤمنين يفرج عن عباده الصالحين كما قال جل وعلا في كتابه الكريم ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولنا في التاريخ ولنا من سير الأنبياء والرسل ما فيه عبة وعبرة لأولي الألباب ما فيه عبة وعبرة لكل عبد في هذه الحياة كيف يتنزل النصر وكيف يفرج الله الكرب وكيف يدفع الله عز وجل الضر فتأمل أيها المسلم كيف كان حال بني إسرائيل في مصر من بعد يوسف عليه السلام وبعد إبراهيم حين تولى عليهم فرعو كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم واستعبدهم استعبادا عظيما ولكن رغم هذا الكرب الذي نزل عليهم والمصيبة العظيمة التي حلت بهم فإن الله موجود قال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين نستبعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وجنودهما نعم الآية فالله عز وجل يعلم حال المستبعفين في الأرض وهو ناصرهم وهو معينهم جل وعلا قال سبحانه قال جل وعلا مبينا كيف جعل الأسباب ومهدها لكي يضيح بذلك الطاضية وليدمر ذلك المجرم بتقديه سبحانه وتعالى قال جل وعلا في كتابه الكريم وأرحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين كان فرعون طاغية عظيم طاغية عظيم في الأرض يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم حين علم أنه سيولد من بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكه على يديه وقد توارث هذا عن إبراهيم عليه السلام لأنه حين وصل إلى مصر حين وصل إلى مصر وزوجته سارة في ذلك الحين قد أخبر أنه سيولد من ذريته من يطيح برؤساء ذلكم الزمان ومن سيهلك القرط على يديه فحقق الله سبحانه وتعالى حقق الله ما أخبر به إبراهيم دارت الأيام وخافت أم موسى على ابنها لأن فرعون كل من ولد من بني إسرائيل كان مصيره إلى القتل فأرحى الله عز وجل إليها بهذا الخبر وأرحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فكانت حينما ولدت بهذا الغلام كانت ترسله في اليم ترسله في النيل لأن بيتها كان قريبا ودارها كان قريبا من النيل إذا خافت عليه وأحست بمن سيدخل الدار أرسلته أرسلت ذلكم الغلام وجعلته في التابوت وربطته بحبل وأرسلته في اليم وهكذا فدخل عليها يوما رجل دخل عليها فخافت عليه فنسيت أن تربط ذلك الحبر فإذا بهذا الغلام يسير إذا بهذا الغلام يسير في ذلك الماء إلى أن وصل إلى دار الطاغية إلى دار فرعون فأخذ من جنوده وأسلم إلى امرأة فرعون وقد ألقيت المحبة على موسى عليه السلام ألقيت المحبة عليه كما قال سبحانه وتعالى وليتصنع على عيني فأرضيت المحبة على موسى عليه السلام فلما رأته امرأت فرعون سرت به سرورا عظيما وفرحت به فرحا كبيرا ثم لما علم فرعون بهذا الغلام أراد أن يقتله فقالت قرة عيني لي ولت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فانظر إلى الأسباب التي يسوقها الله عز وجل ليتربى موسى ليتربى موسى الذي سيكون دمار فرعون ومملكته على يديه يتربى في أحضار فرعون ويترع معه في قصره إذا بامرأة فرعون تحبه حبا جملا وتتعلق به وتناشد فرعون ألا يقتله فكان ما طلبت هذه المرأة قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل أبى هذا الغلام أن يرتضع من أي امرأة أتوا له بكل المرضعات فأبوا حتى أن أم موسى كادت أن تبدي به وأن تعلن أنه فقد منها الولد لكن بمشيئة الله ربط الله عز وجل على قلبها وثبتها وساق الأسباب ليعود إليها هذا الغلام قال جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيت تقلونه يقلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أثر الناس لا يعلمون وفي هذا يتبين لك أيها المسلم أن الله عز وجل مع عباده المؤمنين وأن الله عز وجل يفرج عن العباد المؤمنين الخلص الذين قد آمنوا به وتوكلوا عليه هذه المرأة كان قد أصابها من الغم والهم والكرب ما الله عز وجل به عليم حتى كادت أن تظهر وتعلن أنه فقد منها ولد وإذا علم آل فرعون وعلم فرعون بنفسه أن هذا الولد من بني إسرائيل فإن النتيجة الحكمية كانت هي القتل كانت هي القتل والذبع لهذا الغلام كما هو الواقع والحاصل في جميع الأظلمة الذين ولدوا من بني إسرائيل لكن ثبتها الله وصبرها الله ووفقها الله سبحانه وتعالى إلى أن جاء الفرج إلى أن جاء الفرج ورد الله عز وجل لها ظلامها فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيا أيها المكروب ويا أيها المغنوم اعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله عز وجل مطلع على كربك ومطلع على غمك وأنه يكاد الآن أو غدا أو بعده في كسب هذا الكرب وإزالة هذا الغم وكما قال القائل فلما استحكمت حلقاتها فرجت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج تربى موسى عليه السلام تربى في دار فرعون وتحت رعايته ثم شاء الله عز وجل أن يكون زوال ودمار ودمار فرعون على يد هذا الغلام فأرسل الله عز وجل أرسل الله عز وجل بعد ذلك حينما تربى موسى وأصبح شابا ثم هاجر وفر إلى مدين ثم عاد رسولا رسولا نبيا إلى فرعون يدعوه إلى الله وينجره وينجره من البغي والكبر ومن الضغيان ومن الضلال ومن الهيئان الذي يعيشه في الكفر بالله سبحانه وتعالى حيث ادعى أنه رب بني إسرائيل الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فجاء جاء النصر من عند الله عز وجل فإذا بموسى عليه السلام يخرج بني إسرائيل يخرج بني إسرائيل من ديار فرعون كما قال جل وعلا في كتابه الكريم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حادرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان لما ترى جمع موسى جمع موسى وآل بني إسرائيل مع فرعون وجنوده فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا قال هذا النبي الواثق بالله فالبحر أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم ظن بني إسرائيل أنهم منتهون وأنهم هالكون قال هذا الرسول قال هذا النبي الواثق بربه جل وعلا كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعطاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أمرقنا الآخرين إن في ذلك لآية يعني في ذلك علامة علامة على قوة الله علامة على قدرة الله علامة على وجود الله وأنه سبحانه المهيم على كل شيء والمسيطر على كل شيء والمتصرف في كل شيء وأنه يجب عليك أن تتطى بالله وأن النصر من عند الله وأن الفرج من الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو المغفور الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فالوقائع والأحداث والشواهد من التاريخ والسيط في نصر الله وإعانة الله وتوفيقه لعباده المؤمنين وتيسير أمورهم كثيرة جدا من ذلك قصة يعقوب عليه السلام مع ولده يوسف حين غاب عليه تلك الفترة العظيمة وقد كان يحبه حباً شديداً وتعلق به تعلقاً كبيراً حيث كان يتأمل فيه علامات النبوة كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يذكر عن يوسف عليه السلام أنه رأى أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيات على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن رب تعليم حكيم كان يتأمل فيه علامات النبوة فكان تعلق به تعلقه به كبيراً ثم شاء الله أن يفقد ولده أن يفقد هذا الغلام الذي يحبه حباً شديداً وغاب عنه فترة كبيرة من الزمن حتى أنه كان كلما يتذكره يبكي بكاءاً مرّا يبكي بكاءاً شديداً كما قال الله عز وجل وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كبير قالوا تالله تفتأوا أي لا تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حرباً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بذني وعزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بعد طول هذه الفترة لم ييأت هذا النبي الكريم ليعلمنا موقف المؤمن عند المصيبة وعند الكربة وعند الغم وعند المحنة وأنه يكون أمله في الله كبير ورجاؤه في الله عظيم يكون رجاؤه في الله عظيم فلا تيأس من رحمة الله مهما اشتزت عليك الغموم ومهما نزلت بساحتك الهموم اعلم أنه سيكون بعد الكرب فرجاء فماذا يقول هذا النبي الكريم يقول لإخوته يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فحاب المؤمن أنه لا ييأس من روح الله ورحمة الله بل أمله في انجلاء الفتن وذهابها فأهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الاستقامة يعلقون قلوبهم بالله عز وجل إن كان في ظبر فإنه يعلم أن الغنى قريب بإذن الله وإن كان في جوع فإنه يعلم أن الشبع قريب وإن كان في خوف فإنه يعلم أن الأمن سيحل عليه عن قريب وإن كان في مشكلة وكربة حلت عليه ونزلت به وألمت به فإنه يعلم أنها ستنجلي وستنفرد كما قال الله عز وجل بصداق ذلك إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذا من أعظم الأعمال الصالحة من أعظم الأعمال الصالحة ومن أبرز صفات المؤمن من أبرز صفات المؤمن وعلاماته من أبرز صفاته أنه يدق بالله ويتوكل على الله ويؤمن أن الله عز وجل ناصره ومعينه قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه للذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه نعم في قصة قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي بكر الصديق في الغار حينما رآهم أبو بكر وهم يمشون فوق ذلكم الغار يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه يطمئنه ويعلمه أنه واثق بالله وأن الله ناصره فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهكذا يكون المؤمن يكون معلقا قلبه بالله ويعلم أن الفرج حاصل وواقع عن قريب بإذن الله فأسأله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه من ضيق وأسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل شدة وكرب نسأله سبحانه أن يدفع عن المسلمين هذه الهموم والمصائب والكروب التي نزلت بساحتهم اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تدفع عنا هذه الهموم وأن ترفع عنا هذه الكروب فإنه لا رافع لها غيرك ولا دافع لها سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك اللهم رضاك والجنة ونعود بك اللهم من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين واخذل الكفرة والمشركين والنرشدين وجميع عداء الإسلام يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولا تأمورنا اللهم احفظ هذه الأمة اللهم احفظ هذه الأمة من فوقها ومن تحتها وعن أيمانها وعن شمائلها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وأنقم الصلاة